بالمعدن والصخر في السماء والبحر منذ آلاف السنين كان العراق محوراً أساسياً في صناعة الحضارة قبل 3600 عام على وجه التحديد نقشت أحجار فريدة جداً في بغداد كانت تخبئ للبشرية نقطة ارتكاز التطور وصناعة العلوم اكتشاف سيقلب موازين العالم في الرياضيات والهندسة بعد انبرزت نتائج حديثة لما عثر عليه قديماً في العراق وهي من أهم نقوش العالم على الإطلاق كان للبابليين القدامى بصمة قبل أن تخرج نظرية في ذا غورس بألف عام حينها صنعت الزوايا بدقتها الكبيرة الأحجار العراقية أحدثت جلبة في عالم خبراء الأرقام والحسابات ونظريات ما يثمر عن مستقبل قد يغير المعالم والإنجازات الدولية حديث يسمعه العراقي بفرحة عارمة متمنياً أن ينال نصيباً منها أو عراقه المكتوي بالصراعات ومنذ ذلك الوقت وقت الحضارة والتميز كان العراق الاسم الأول في العلوم والإبداع واليوم يستذكر شعبه تاريخه مع تفاؤل بأن يعود العراق كما كان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر